مرحبا بكم سيداتي وسادتي في حلقة جديدة من حلقات دهنك المخادع الدليل العلمي لاكتساب مهارات التفكير النقدي اليوم عندنا الفصل الثاني عشر والذي نتكلم فيه عن التراث والوهم الجمعي الشامل في قضية تاريخية مثيرة للاهتمام ظهرت تقارير شهود عيان عن رؤية مركبة غريبة الشكل تحت غطاء الظلام وسرعان ما بدأت القصة بالانتشار في كل أرجاء نيو انجلند انتشار النار في الهشيم عشرات الآلاف من البشر بمن فيهم رجال البوليس والسياسيون والقضاة وكذلك ناس محترمين ولهم مكان مرمو قبل المجتمع قدموا مشاهداتهم كشاهد أول في هذه التقارير ولم تكتفي وسائل الأعلام بالتسابق في أقوال الشهود بل ساهمت في ازدياد نشر الخبر وإضافة البهارات عليه ولم يقف الموضوع عند هذا الحد بل قامت شخصيات مسؤولة بالحكومة والسلك الدبلوماسي وغيرها من الشخصيات الأجنبية المرموقة بالولايات المتحدة الأمريكية بابداء اهتمام شديد لهذه التقارير وتسابقوا لاكتشاف مصدر هذه المركبة وسر التقنية العالية بها هذا مع العلم بأن الجهات المعنية لم تقصر في بدل أي جد للبحث عن أدلة فيزيائية على وجود هذه المركبة لدراستها ومطابقتها للتقارير المقدمة من قبل الشهود إن كان قد تبادر إلى ذهنك لوهلة بأن هذه القصة لا تزيد عن كونها أحد القصص الكثيرة عن المركبات الطائرة للكائنات الفضائية فأنت مخطئ في الواقع هذه القصة حدثت في عام 1909 والناس وقتها لم يكونوا حتى يعرفوا عن المركبات الخاصة بالكائنات الفضائية حتى يظنوا أنها UFO فما هي قصة هذه المركبة الطائرة إذن؟ هذه القصة تم تسميتها لاحقاً بقصة الخدعة العظمى أو الخدعة الكبرى لطائرة نيو إنجلند في سنة 1909 وكل هؤلاء الشهود كانوا يعتقدون أنهم يرون لأول مرة طائرة أكبر تقلم من الهواء وهذا لم يكن بالأمر الغريب بل احتمال ذلك كان وارد لأن وقتها تلازم مع وقت اختراع الأخوين رايت الجديد لأول طائرة أو لجد الطائرات التي نركبها اليوم صحيح أن الأخوين رايت كانوا قد نجحوا باختراع أول طائرة في 1903 لكنهم إلى سنة 1909 كانوا لا يزالوا في مراحلهم البدائية في تطوير هذه الطائرة وعليه فرؤية طائرة ضخمة بالسماء كان أمر متوقع وخصوصاً أن أحد رجال الأعمال باسم ويلس تيلنغ هوست من وسترن ماساتشوسيتس والذي كان قد قام بالتأكيد على قيامه ببناء مثل هذه الطائرة في وسائل الأعلام سابقاً لكن الواقع أن الجسم الطائر لم يكن طائرة ضخمة بل كانت خدعة قام بتأليفها تيلنغ هوست نفسه ومن المثير للدهشة فعلاً هو قيام أحد وسائل الأعلام بعمل مقابلة مع أحد الشهود العياني وكان يدعى الأكسرندير من مدينة ريفير والذي كان خبير ذاك الزمان في الماكينات والملاحة الجوية فقال أنا لم أرى أضواء الطائرة وحسب بل رأيت إطارها العام بصورة واضحة أيضاً وبدت ضخمة بصورة غير طبيعية فالجناح كان بطول سبعين قدم والذي الورمح والمراوح كان طول كل منهما خمسة وأربعين قدم وكذلك استطعت أن أسمع صوت تفجير المحركات وعليه يمكن أن أقدر أن الماكينة ما بين ستة إلى ثمانية سلندر والآن عندما ننظر للموضوع بأثر رجعي نحن نعرف أنه لم يكن هناك وجود لأي طائرة تجوب أجواء نيو إنجلند في عام 1909 أصلاً فماذا حدث هنا؟ كيف ممكن أن نفسر هذه التقارير والتي صدرت من أشخاص يعتمد عليهم وهم من قدموا شهادات بصرية وسمعية ومواصفات تقنية بكل صدق ومع ذلك تبين أنها كانت خاطئة تماماً كيف ممكن أن يخترع خبير محترم من محف خياله كل هذه الدقة بالوصف أو هل هي مثلاً تفسيرات خاطئة لملاحظات تم تأجيجها وتضليلها بالقيل والقال ووسائل الإعلام؟ هذا بالضبط ما سنقوم بالتطرق إلي في هذه المحاضرة عندما نتطرق إلى موضوع الوهم دلوجن فما هو الوهم؟ الوهم هو اعتقاد راسخ لا يتغير أبداً حتى بعد مواجهته بالأدلة التي من شأنها أن تقتل هذا الاعتقاد بالمهد في الواقع نحن تعودنا على أن نقرن قابلية الوهم لدى الأشخاص بأعراض لمرض عقلي أي أننا نعتقد أن كل من يتوهم هو مريض عقلي لكن هذه العلاقة بين الوهم والمرض ليست دقيقة تماماً ليست ذلك وحسب بل عادة عندما نتحدث عن الوهم المرضي قد يتبادر إلى الذهم المرض الشائع باسم التصام أو السكتسوفرينيا لكن في واقع الأمر الوهم ليس مقتصراً على من لديهم أعراض عقلية بل الوهم ممكن أن يحصل لكل شخص مع اختلاف الحدة طبعاً فالوهم يختلف حدته من حالة لحالة بطيف من الدرجات وما نعرفه بالفصام أو السكتسوفرينيا هو في الحالة الأكثر حدة من الوهم أي في نهاية أطراف الطيف أحد أطراف الطيف ما أريد أن أقوله هو أنه بدرجات متفاوتة يكون أي شخص متمتع بصحة عقلية جيدة هو عريضة للوهم لكن إذا زاد التواهم بالحدة فممكن أن يصل لمستوى نستطيع أن نقول عنه أنه وهم غير طبيعي أو مرضي فنفرق بينه وبين المستويات الأخرى التي نقول عنها أنها مجرد سباة شخصية للفرد وعليه فإنه من المهم جداً أن ندرك أن الوهم يكون معنا جميعاً وبدرجات متفاوية بالأساس يكون منبع هذا الوهم هو الخطأ بالتفسير عندما نختبر الواقع أو قد يكون عدم القيام أصلاً باختبار ما هو حقيقي وما هو وهم ثم القفص بعد ذلك إلى الاستنتاج وهذا ممكن أن وضعنا بالاعتبار ما بيانناه في المحاضرات السابقة بكوننا مدفوعين طبيعياً للتعامل مع الأنماط التي نراها في الأحداث أمامنا فنطابقها بما هو موجود بالذاكرة ونخترع أو نبدي أو نفبرك الترابط هنا بينها هناك أنواع عديدة من الأوهام سنقوم بتطرق لبعضها هنا عندك البرانوية أو الارتياب الشديد أو الشك بصورة غير طبيعية وهو يكون عندما يعتقد الشخص بأن الناس أو الأشياء أو الحكومات تتآمر ضده فيرى أنماط من الأحداث التي لا تكون لمصلحته ويستنتج منها أن وراءها أيدياً خفية في مكان ما تتقصد أدنيل منه ولنا طبعاً في بعض المسلمين الذين يرون الغرب متآمر على دينهم مثال حي على هذه النوعية من البرانوية ولو كنتم شايفين الحلقة اللي قبل هذه اللي كانت في برنامج أسفين بين المؤمن والملحد فشخصية حسام هي أحد هذه الشخصيات التي تتجسد فيها البرانوية وهناك الوهم المبالغ به بدرجات غير طبيعية Grand Doys Delusion وهذه تكون ظاهرة عند وجود اعتقادات راسخة للشخص عن قدراته الشخصية ولقد بينا بالمحاضرات السابقة بأننا جميعاً لدينا القابلية لكي نبالغ في قدراتنا لكن من لديه وهم المبالغ به يكون هذا الوهم قد صعد لديه لدرجات قصوى فنراه مثلاً يبالغ بأنه أذكى من الآخرين وأنه أكثر ثقافة منهم ويبالغ بعدد القتب التي قرأها والشهادات العلمية التي حصل عليها وتجاربها الشخصية ومستواه التعليمي والاجتماع العالي إلى آخر أيضاً من حلقة أسفين بين المؤمن والملحد ممكن أن نشوف شخصية ابن خلدون في شوية من هذه المبالغ أو الوهم المبالغ به هناك أيضاً Personal Empowerment Delusion أي وهم بالقوة الذاتية كتوهم الشخص أن لديه قوة خارقة كالقدرة على الطيران مثلاً أو القدرة على رؤية الغيب أو التواصل الفكري عن بعد أو أن يعالج مثلاً من الأمراض المستعصية باللمس وهكذا وهناك وهم أيضاً يسمى بوهم فقدان الأمل Delusion of Hopelessness والذي عادة ما يصاحب من يعاني الاكتئاب الشليد وأحد تجسيد هذا النوع من الوهم هو اعتقاد الشخص بأنه ميت فبعض الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الشديد في الواقع يعتقدون أنهم موتى وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يستطيعون بها أن يفسروا الإحساسات الفيزيائية التي تنتأبهم هذه طبعاً كانت كلها خاصة بالوهم الفردي وليس الجماعي لكن الوهم لا يتوقف عند حدود الأفراد أو عند حدود شخصاً ما بوقت ما بل ممكن أيضاً أن يصيب أكثر من شخص واحد لنفس الوقت وله أشكال عدة ومن أهم هذه الأشكال طبعاً هذا اسم فرنسي والوهم الذي يتشارك به شخصاً يكون في العادة أحدهما قائد أو منبع الوهم والآخر متلقي أو تابع وهذا يحدث كثيراً في العلاقة بين ولي الأمر والطفل حيث يكون ولي الأمر هو مصدر الوهم والطفل هو المستقبل أو الطينة سهلة التشكيل بيد ولي الأمر فيكون كل احتقادات الولي الأمر ممكن أن ينقلها إلي بما فيهم الوهم وممكن أن يحصل الوهم حتى بدون اتصال اجتماعي مباشر بين الشخصين كما يحدث بالحالات التي يكون بها الشخصين قريبان من بعضهم البعض لكن في الغالب يزال هذا الوهم عند الشخص المتلقي عند افتراقه عن القائد لكنه سيظل دائماً موجود عند القائد أو غالباً عند القائد لأنه كما نوهنا سابقاً هو الأساس بالأساس هو مصدر هذا الوهم هناك نوع آخر من الوهم وهو عندما يشترك أكثر من شخصين به ولذا يسمى بالوهم الجماعي group delusion وهو الوهم الذي يشترك به الفريق الصغير المكون مثلاً إلى ست أشخاص أو أكثر نسبياً قد يكونوا من نفس العائلة يعني كثير مننا جربنا ذلك بعض العائلات مثلاً نشوف في احتقاد معين ساري بينهم كلهم أو حتى لو كان هذا واهم أو قرافي لكن نساري بين العائلة هذه بالذات أو حتى ضمن نفس الطائفة في الغالب يكون للمجموعة قائد لديه كارزمة أو ديكتاتور يلقي الأوامر فتصير الديناميكية الجمعية group dynamics هي العامل المسيطر في الوهم الجماعي والمقصود بالديناميكية الجمعية هو أن يتنازل أعضاء الفريق عن إرادتهم لقائد الفريق ذو الشخصية الكارزماتية أو الكارزمية ليصبحوا تحت تصرفه وهذا ما ذكرناه بالمحاضرات السابقة بكوننا طبيعياً ضعيفين أمام الشخصيات التي لها كارزم فنعطي الشخص الذي نحب الحق بأن يسلب مننا إرادتنا ونغلق طاقات تبكيرنا المنطقي النقلي كلياً تجاهه ولا ننسى بالطبع العامل للمؤثر الآخر بهكذا فرق لا وهو الانتماء والانسجام الشديد بين الأعضاء في تلك الجماعات صحيح أن الانسجام مع الجماعة هو ميل طبيعي لكل البشر لكن في هذه الحالة بالذات تكون أكثر شدة لدرجة غير طبيعية وهذا السينارو للانسجام ممكن أن يشتد بالحدة فيجبر الأفراد على الانصياع لمفهوم نحن في مقابل هؤلاء أو أنا وابن همي في مقابل الغريب أو إلى مقدار درجات النقاء والتلوث في الجماعة أو حتى الفرقة الناجية بين جميع الفرق وهكذا فكونك من ضمن الفريق يتطلب منك أن تكون نقياً وهذا يتطلب الانتماء والاتفاق التام مع معتقدات الفريق وأن تكون تحت تصرف قائد الفريق والذي سيقودك بدوره ويقود فريقك إلى الصراط المستقيم وستنجوا من الهلاك بينما يحترق الآخرون والذين هم ليسوا من جلدتك ولا من معتقدتك أو ليسوا بنقاوتك بل ملوتين وأحد الأمثلة على ضحايا الوهم الجماعي نجده عند حزب أمريكي كان اسمه بوابة الجنة أو Heaven's Gate كان بقيادة Marshall Applewhite هذا القائد كان ذو شخصية كارزمية استطاع يعني تقدرون تعملون لجوجل هذا استطاع أن يقنع فريقه المكون من 40 شخص على الأقل بالقيام بالانتحار الجماعي وفي الواقع قام 39 منهم بالفعل بالانتحار وكانت فكرة الانتحار مبنية على ترك الروح للجسد الفيزيائي اللي يرتفع بدوره إلى الـ UFO أو المركبة الفضائية للكائنات الفضائية والتي أدعى أبل وايت بأنه كان أن هذه المركبة كانت تجوب الأرض خلف المذهب هالي بوب في عام 1997 هناك وهم من نوع أكبر ويسمى بالوهم الجمعي الشامل Mass Delusion وهو يكون عندما يكبر عدد أعضاء الفريق بصورة ضخمة أكبر من مجرد مجموعة صغيرة أما العوامل التي تؤثر بالوهم الجمعي الشامل فهي كثيرة وهناك العوامل النفسية التي يكون أعضاء الفريق واقعين تحت ضقوطها وعامل الوقوع في مغالطة الوهم الإدراكي لكل عضو بالفريق وهذا اللي شرحناه بالتفصيل في المحاضرات السابقة وكذلك القدرة الطبيعية للأعضاء على خلق الخيال وفبركة الواقع مع التشديد على الحاجة للانسجام التام مع الفريق كل هذه العوامل تعمل مجتمعا لخلق أشكال عديدة من الوهم الجمعي الشامل وهذه أمثلة على أهم هذه الأشكال من الوهم الجمعي الشامل أو mass delusion عندك community threat أو الوهم من تهديد المجتمعي هذا الوهم يكون في الإحساس المبالغ به للخطر والذي من الممكن أن يستمر لأسابيع أو حتى لشهور وهو يأتي ويذهب كالموجات ولذلك فمستوى التوتر في المجموعة لا يكون مستمر على وتيرة واحدة وعليه فهو لا ينتج عنه هلأ يستوجب الهرب من المجتمع مثلا أي أنه توتر قليل إلى متوسط في مستوى الخوف من الخطر والذي قد يتزايد أو ينقص بمرور الزمن وبثال على ذلك هو القصة المعروفة باسم Seattle Windshield Pitting Epidemic أو وباء تنقير الزجاج الأمامي الذي حدث في سياتل واشنطن بسنة 1954 بدأت القصة عندما لاحظ بعض سكان مدينة سياتل بولاية واشنطن وجود حفر صغيرة في الزجاج الأمامي لسياراته فاعتقدوا بأول الأمر بأنه مجرد تخريب متعمد للممتلكات الخاصة وقد تكون كذلك يعني لكن عندما أصبح الأمر منتشرا بين الناس صار البعض يعتقد بأن في الأمر شيئا ما أكبر من ذلك بكثير بل وصل الأمر حدته عند البعض لدرجة أنهم قاموا بالتشكيك فيما إذا كانت المدينة تتعرض للإشعاعات النووية وأن نقر الزجاج هو نتيجة لتلوث البيئة بهذه الإشعاعات ولا ننسى أن في ذاك الوقت كان الخوف من الإشعاعات النووية هو الموضوع السائد بالمجتمع فالزمن كان زمن معتنقه والذين تزايدت نشاطاتهم ضد قيام الحرب النووية أي أن هذا الخوف لم يأتي من فراغ بل كانت تجسيدا لمخاوف حقيقية كانت منتشرة بين الناس في ذلك الزمن لكن طبعا التقارير الإعلامية زادت الماء بل مثل ما يقولون مما نبه إليه المسؤولون وقاموا بكل أنواع التحريات لكشف اللغز عن هذه الحوادث تنتشر الدعر بين الناس أي كبر ما كان أمر طبيعي كما تكبر كرة الثلج عندما تتدحرج إلى أسفل الجبل وصار من الصعب إيقافها بعد أن انتشر الخبر وساهم في زيادة مستوى التوتر في المجتمع وبعد البحث والتنقيب الشديد تبين أن النقر في أغلب المركبات كان لسبب أو لآخر موجود بالأساس على زجاج بعض السيارات لكن انتشار القصص بهذه الطريقة الدرامية جعل من لم يلاحظ زجاج سيارته من قبل يزيد من همته في البحث الدقيق عنها أي بالأساس هذه القصة أخذت الأهمية الزائدة بسبب الميمات وتلوث نقل المعلومات اجتماعية وممكن أن يكون الأمر ابتدأ كنوع من التكتل لهذه الحادثة أي أنها حصلت لعدد من أفراد مثلاً بنفس المنطقة وبذات الوقت بسبب مخرب مثلاً فوقع الشخص في مغالطة التكتل أي ظن أنه مادام حصلت الحادثة لأغلب من سكنه هذا الشارع فلا يمكن أن يكون مصادفة فبدأوا يتكلمون عن الموضوع ويسألون الآخرين إن كانوا هم أيضاً تعرضوا لذات الشيء فلاحظ من لم يلاحظ من قبل وجود نقر على زجاج سيارته وبذلك كبرت القصة وأخذت حجماً أكبر مما تستحب وهذا طبعاً يذكرني بغنية شوية ما يألفوا الحي شكل آخر بالوهم الجمعي الشامل نراه فيما يسمى بالهلع المؤدي إلى الهرب or flight panic delusion وأعراضه تشبه أعراض التهديد المجتمعي الذي ذكرنا قبل قليل لكنه أقصر بالمدة وأكثر حدة وهو يستمر بالعادة من ساعات إلى عدة أيام والهلع بهذه الحالة سينتشر بصورة سريعة جداً فينتج عنه هروب البعض من المنطقة والهلع بعد ذلك سيزول عندما يتضح بأن ما سبب هذا الخوف لم يكن موجوداً بالواقع وقد يكون أكثر الأمثلة المنطبقة على هذا النوع من الوهم هو ما نتجه من خوف وهلع بعد أن قام المديع الأمريكي أورسن ويلز بتقديم برنامج خاص في ليلة الهلوين من سنة 1938 كنوع من الترفيه والمزحة لمستمعي فأورسن قام بإعادة صياغة قصة قديمة للكاتب أج جي ويلز حدث أحداثها بإنجلترا بطريقة تبدو وكأنها نشرات أخبارية وأحداث جارية بأمريكا وطبعاً قبل أن يبدأ بالنشرات قام أورسن بتوضيح أن الأمر من جرد مزحة لكن الناس الذين لحقوا متأخرين على هذه النشرات فاتتهم المقدمة فاعتقدوا بأنها نشرات أخبار حقيقية وقد يكون السبب في تصديق هذه النشرات هو التوتر بالأجواء العامة بتلك الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية أي أن المجتمع كان مهيئ بالأساس لهذه النوعية من الهلع فلما سمعوا النشرات تأكدت مخاوفهم وقد يكون السبب أيضاً متعلق بكون البث عن طريق الراديو كان أمر مستجد في عالم الإعلام العام لذاك الزمان والناس لم يكونوا متعودين على سماع المواد الترفيهية كما يحدث اليوم فلم يتمكنوا من التفرق بين ما هو مزحة وبين الإعلام الجاد الحقيقي أو الإعلام الجاد وحتى تكون بصورة عن مستوى الهلع الذي انتاب المجتمع يقوم المؤلف بوصف هذا الهلع على لسان السيدة توماس من ترينتون نيوجيرسي وهي أحدى اللواتي عاصرنا الحادث ماذا قالت هذه السيدة؟ قالت لقد أصبنا بالهلع نظر كل منا بوجه الآخر بخوف شديد وكان هناك من يطرق الباب وجارتنا بالمنزل المقابل كانت قد ركبت أبناؤها السبعة في سيارتها وعلى صوتها بالصراخ هيا لنرحل من هنا فوراً الواقع أقدمته السيدة يبدو كأنه وصف دقيق للهلع المجتمعي المؤدي للهرب أما الاستجابة لهذا الهلع فقد يكون له جذور تطورية بالمجتمع الأساسي المبني على القبلية والتكتل للنوع في الكائنات فنحن مبرمجين على الاستجابة لخوف ولهلع الأشخاص الآخرين في مجتمعنا وهذا يعتبر انذار مبكر في نظامنا التكويني فإن كان هناك تهديد بالافتراس من قبر مفترس لمجموعة ما على سبيل المثال فهناك ميزة تطورية كبيرة للاستجابة الفورية لخوف وهلع الآخرين وهذه ميكانيكية تكيفية طبعاً لم يتم السيطرة عليها لدينا عند الاستجابة لهلع الآخرين حتى لو لم يكن له داعي أو كان الخطر وهني هناك أيضاً أوهام أكبر بحيث تعبر مجال المجتمعات الصغيرة وهي تسمى Symbolic Community Scares أو مخاوف المجتمع الرمزية وهذه المخاوف تكون في حالة مد وجزر على مدى سنين عديدة وقد يكون ظاهراً في بلاد كثيرة بل حتى في القارات وغالباً ما يكون له علاقة بتهديد أخلاقي أو تهديد موجودي ويكون من شاءه بعض المخاوف التراثية التي يتبناها الكثيرون في مجتمع كبير له ثقافات مشتركة وفكر جمعي موجه فعلى سبيل المثال الخوف من المهاجرين يعطينا هذا النوع من الخوف المجتمعي حيث تكون النظرة بأن الهجر التي تكون خارج نطاق سيطرتنا عليها ستسمح للمجرمين بالتغلغل بالمجتمع وعليه فنقاء وهوية المجتمع وكذلك أمنه سيكون عرضة للتهديد من قبل هذه الظاهرة وهذا يذكرني بحلقة سكبتك بالأمس عن قوانين إزراء الأديان والردة ومداخلة المسلم سمير وهو يقول أنه من حق الدولة أن توقف الملحدين أن نشر فكرهم بالطرق التي تراها مناسبة وذلك لأن الملحدين يهددون وحدة الأم أي يهددون نقاءها وأنهم سيكون لهم أتباع أي أنهم سيلوثون المجتمع حسب اعتقاده واعتقاد من يدين به وعليه لا بأس من قتلهم قد يكون استياد السحرة ويتش هانت أو ما يسمى بالويتش هانت هو من أكثر الأمثلة تجسيداً لهذا النوع من الوهم الجمعي الشامل ففي الولايات المتحدة كان هناك محاكمة يسمى سيلم ويتش ترايل أوف سكستين ناينتيتو في ألف ستمية أثنين وتسعين محاكمة للسحرة في سيلم في الولايات المتحدة فيها تم إعدام تسعت عشر شخص واتهموا بالقيام بعمل السحر ونفس الشيء طبعاً حصل بأوروبا بين ألف وأربعمائة وسبعين وألف سبعمائة وخمسين على مستوى أعلى بكثير حيث امتد على مدى ثلاثمائة سنة تم تقدير الموتى الذي أعدموا بهذه التهمة اثنين وأربعين ألف شخص حتى منهم كبار السن من السيدات اللواتي تم اتهامهم بالسحر وحرقهم على الخازوق هناك معالم وصفات عديدة لما يسمى بتصيد السحرة أحدها يكون عندما يصبح مجرد الاتمام ذنباً أي ليس مثل ما نعرفه اليوم من أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بل في اللحظة التي يتم اتهامك بها بأنك ساحر فأوتوماتيكياً سيترض الجميع أنك كذلك بالتأكيد وعلى فكرة هذا ما زال يحدث بدولنا على المستوى الجمعي المجتمعي ففي اللحظة التي يتهم بها الشخص بالجريمة وتنصر صوره بالجرائد ستجد المجتمع يزدري وكأنه بالفعل مجرد ولا يهم بعد ذلك أن أثبتت براءته لأن التهمة خلاص لسقت به ويخطر على بالي هنا فرج فودة فما أن سمع قاتله بأنه كافر من خطيب المسجد حتى أخذ على عقل تقه مسؤولية تصفيته جسدياً وكأنه بالفعل كافر مع أن فرج فودة كان بالواقع مسلم نرجع لموضوع محاكمة السحرة في ذاك الزمن كان الدليل على القيام بالجريمة لمثل هذه الحوادث هو دليل غير واقعي ولكنه كان مقبول رسمياً ولذا فالدلائل كانت تسمى بالدلائل الشبحية spectral evidence وهذا الاسم منشأه الحرفي هو ما تم استخدامه في المحاكم الفعلية للسحرة كأدلة من مثل أن يكون الشهد قد حلم بالشيء مثلاً أو نزلت عليه الخاطرة كنزول الوحي ربما شك مثلاً بأن المتهم قد عامل مع الشيطان فتقبل منه هذه الرؤية وكأنها شهادة شاهد عيان وطبعاً الاعتقاد أساساً بالسحر والمنطق الخاص به كان أمر مفروق منه وقتها وله اليد العليا في تفسير الأمور الغريبة أما الصاق هذه التهم بالآخرين فلم يكن بالأمر الصعب لأن التركيز بالعادة يكون على الأشخاص الغريبين عن المجتمع أو منهم ليسوا اجتماعيين بطبعهم أو غريبي الأطوار فيصبحوا عند إذن هم المستهدفين وعلي فالشخص الذي يعيش بمفردة بعيداً عن الآخرين أو ذاك الشخص غير الاجتماعي وقد يكون بعضهم من الأشخاص الذين يعانون أصلاً من أمراض النفسية وعقلية وخصوصاً بتلك الأزمان التي ينعت بها الناس المرضى المريض النفسي بالمس بالجن أو الشيطان وأحياناً يكون المستهدفين هم الأشخاص الذين يريد من في السلطة التخلص منهم لسبباً أو آخر كأن يكون له صوت ضد الحكومة والممارسات الفاسدة بالمجتمع فيلصق عليهم التهم كل هؤلاء قد يكونوا المستهدفين في هذه الاتهامات بدون أدلة واقعية أو قد تكون من خلال إجبارهم على الاعتراف عن طريق الضغط عليهم والتعذيب هذه الطرق في التعذيب واستخدام الطرق العنيفة للجبر على الاعتراف الخاطئ حتماً سيقود إلى سلسلة من الاتهامات الأخرى والمتهمين الآخرين فيعطي ذلك تبريراً جيداً للسلطات في القيام بالأعدام من ناحية وتؤصل اعتقادات المجتمع بحقيقة السحر والشعوذة من ناحية أي أنه بعد أن يسلم الناس أنفسهم تحت ضغط التعذيب فهذا يأخذ كإثبات ورسوخ الاعتقاد العام للناس أو على الوهم العام لذاك المجتمع ومع أن مصطلح تصيد السحرة له جذور فعلية مع السحرة بالتاريخ لممارسات توقف العمل بها اليوم لكن المصطلح لا زال يستخدم اليوم في أمور مشابهة والمتابعين للسياسة الأمريكية الحالية لابد أنهم كثيراً ما سمعوا وشاهدوا ترامب يذكر هذا المصطلح وهو يوصف الديمقراطيون الذين يتهمونه بالمشاركة مع روسيا في تغيير مسار نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية فيقول عنهم بأنهم يقومون الواتش هانت أما المثال الذي يقدمه المؤلف من زمننا القريب وهو يتعلق بالقصة التي تسمى بالمكارتية أو المكارتز بدأت القصة في الخمسينيات من القرن الماضي عندما قام السيناتور جوزيف مكارتي بنشر الخوف من انتشار الشيوعية بالولايات المتحدة وقد سهم أحد خطبه الرنانة في نشر هذا التخوض حين ادهى أن لديه قائمة باسم شخصيات شيوعية معروفة في الحكومة الأمريكية هذا مع العلم بأن السيناتور لم يقم أبدا بتقديم هذه القائمة أو الأسماء فيها لكنه فقط استخدم الشائعات لكي ينشر الخوف بأن وجود الشيوعين ليس فقط بالبلد بل أيضا متغلغل بأرجاء الحكومة لأجل أغراض خبيثة مكارتي استخدم تقنية استياد السحرة كي ينشر هذا الخوف ومن وقتها والمصطلح يستخدم لتشابه بين الحدث مع أحداث استياد الساحرات من حيث الاعتماد على أدلة غير واقعية ومساوات الاتهام بالذنب فإن كنت متهما أفواً فإن كنت متهما بكونك شيوعي فلابد أنك مذنب بذلك ومثل ما فعلوا بصائدي الساحرات ففي المكافية أيضا تم استخدام الضغط على الأشخاص لكي يتم استخلاص الاعتراف الزور منهم يعني تهديدات من مثل أنك ستفقد وظيفتك أن لم تقم بالاعتراف لكنك إن فعلت وقلت لنا منهم شركائك سيتم الإتراج عنك مثلاً أو على الأقل يعني راح تكون العقوبة مخففة وهذا كان من شأنه أن يؤدي إلى سلسلة من الاتهامات الأخرى والمتهمين الآخرين تظهر ما يسمى بذنب الاختران أو الاشتراق بالجريمة أي بمجرد أنك لازمت شخص ما واتهم هذا الشخص بأنه شيوعي فأنت ستكون مثله متهماً حتى لو لم تكن على علم بميوله السياسية وهكذا يستمر التأييد الذاتي على أهمية تصيد السحرة ومثل جميع الهلع الجماعي فهذه النوعية من تصيد السحرة اعتمد على مخاوف كانت بالأساس موجودة بالمجتمع كما تفعل حوادث تصيد السحرة غالباً ففي القرون الوسطى بأوروبا كانت تخوف من استخدام السحر في أمور الشر منتشرة وفي سيلم كان نفس الشيء منتشر أما في العهد المكارتي فالشيوعية أو الشكل والنظام الغريب عن المجتمع الأمريكي من تشكيل حكومي كان هو الهاجس الأكبر هاجس الأكبر وخصوصاً لأن الولايات المتحدة كانت في ذاك الزمن في حرب باردة مع الاتحاد السوفيتي والتي كانت منافستها الوحيدة على عرش القواء العالمي وأي علاقة بالعدو الشيوعي في ذاك الوقت كان يشكل مصدر قلق للمجتمع هناك نوع آخر من الوهم الشامل يسمى collective wish fulfillment أي وهم تحقيق الأمنية الجمعية وهي شبيهة بالتخوف المجتمعي الرمزي symbolic community scare التي ذكرناها لكنها تحوي شيئاً مرغوب في بدلاً من خوف من غير المبرر من شيء غير مرغوب في أو يعني مخوف والمثال الكلاسيكي على ذلك هو رؤية الفيري أو الجان التي كان شائعاً في أوروبا أو رؤية الجن الجن المسلم والجن الطيب الذي يساعد الأشخاص بالتغلب على مشاكلهم يأخذ بحقهم من من ظلمهم مثلاً والذي هو شائع بالدول الإسلامية طبعاً هذا النوع من الوهم متعلق بالطبع بتقافة الشعوب واعتقاداتها وسواء كان الناس يخافون منها أم لا فهم يعتقدون أنه تظهر لهم وبالفعل يرونها ورؤية الفيري بالذات يعتبر تجربة مدهشة ومرغوب فيها لمن يعتقد بالفيري وممكن أن تستبدل الفيري بالعدراء مريم حسب دين وثقافة كل الشعب واعمل جوجل لترى كم من الناس رأوا العدراء مريم تبكي في أرجنتينيا وفي تلفزيون في اليابان ومؤخراً بالولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى كان هناك تقارير برؤية الناس لكائنات من الفضاء الـ UFO وهؤلاء بالأساس لأن هؤلاء بالأساس يعتقدون بوجود كائنات شديدة الذكاء لحضارات متقدمة جداً علينا ممن هم متواجدون معنا على الأرض من أجل أسباب سلمية يعني لكي يحمونا من أنفسنا مثلاً أو لكي يقدموا لنا معلومات سرية فيجعلنا نشعر بأننا مسيطرين على الأمور الغالبة الغامضة في حياة وهذا كله يلعب نفس الدور النفسي والذي كانت الديانات تلعبه بالماضي أو استمرت بلعبه اليوم في بعض المجتمعات مثل مجتمعنا من مثل الحماية والعون الإلهي وغيره أو نفس الدور الذي كانت كائنات سحرية من أمثال الفيري والليبريكان تلعبهم في القرون الوسطى بثقافات الشعوب الأوروبية والقصة التي ذكرناها في بداية المحاضرة والخاصة بخديعة الطائرة في نيو إنجلند أيضاً هي نوع من أنواع وهم تحقيق الأمنية الجمعية الشاملة فالناس كانوا على شفاء اختراع تكنولوجي باهر سيدخلهم التاريخ من أوسع أبوابه فزمنهم كان بداية زمن السفر بواسطة الطائرات والكثير منهم بالواقع كانوا متأملين ومنتظرين بشغل لهذه اللحبة المصطلح ماس هستيريا أو الهستيريا الجمعية الشاملة تشبه الواهم الجمعي الشامل لكن المصطلح هستيريا لا يفضل استخدامه لا يفضل استخدامه مؤخراً بين الأوساط العلمية اليوم نظراً لارتباطه التاريخي بكره النساء كما يقول المعلم ولذا فاليوم لا يستخدم وتم التعويض عنه بمصطلح psychogenic illness أو المرض والمنشأ النفسي وهذه الحالات المرضية الجماعية تتصف أحداثها ببدايات سريعة وأعراض ظاهرة ولديها ميل للانتشار بواسطة المعلومات عن طريق الاتصال الجماعي وعليه ممكن أن يصيبك أعراض هذا الوهم ليس بواسطة الاتصال الفعلي بمن يصيبهم هذا الوهم ولا أن تكون عرض له لأنك بنفس البيئة بل تكون إصابتك بالأعراض بسبب انتشار المعلومة أي أنه في الأساس تصبح المعلومة هي بذاتها المرض المعدي الذي ينشر المرض بدون المنشأ النفسي وغالباً ما يكون المرض غير عضوي والأعراض تبدو هلامية وغير خاصة بمرض ما أو تكون ضمن ما يسميه علماء النفس بأعراض الحياة وهي الأعراض التي تصيب الشخص الصحي العادي بين آونة وأخرى مثل الدوخة والصداع والرغبة في التقيق وغيرها من الانتشار والمثال الكلاسيكي على مرض النفسي المنشأ هو ما عرفه لاحقاً بهلع البوكيمون الذي حصل في سنة 1997 ففي ليلة الثلاثاء من 16 ديسمبر 1997 تم عرض حلقة من بوكيمون باليابان في الساعة السادسة مساءً وكانت الحلقة باسم أو ترجمتها هي Computer Warrior Polygon البرنامج كان يحوي محاربين يقومون بعمل هجمات هجوم كهربائي والهجوم هذا يظهر بشكل ومضاد ضوئية تخلق مؤثر قوي على من يحاربه فيشل حركته بشيء يشبه الصرع الغريب أن الأطفال الذين شاهدوا هذه الحلقة أصيب الكثيرون منهم بأعراض الصرع فكيف حصل ذلك؟ بعض المشاهدين من الأطفال كانوا يعانون أصلاً من الصرع وهؤلاء يكون لديهم حساسية للومضات الضوئية المعروفة باسم صرع الحساسية للضوء أي ممكن أن يحدث لهم نوبات صرع عند تعرضهم طبيعي جداً عندما يتعرضون للومضات الضوئية ويقول المؤلف أنه في الواقع عندما يتم اختبار المرضى لمعرفة ما إذا لديهم صرع أم لا فالأخصائيون يستخدمون الومضات الضوئية لكي يروا إن كان هذا يحرض حدوث النوع لدى مرضاهم أو يؤثر على نشاطات الدماغ التي يقيسونها على جهاز إلكترو إنسفلوغرام إلكترو إنسفلوغرام وعلي قدمت تقارير لما جميعاً من الأطفال حصلت عندهم النوبة عند مشاهدتهم البرنامج لكن ذاك الخبر انتشر بعد ذلك في وسائل الإعلام وقامت بعض الوسائل العام بإعادة استخدام الومضات الضوئية عند عرض التقارير الأخبارية والذي بدوره تسبب حدوث نوبات جديدة من الصرع لكن هذه التقارير المحدودة من نوبات احتمالية حقيقية للصرع سبب في ظهور التقارير من مئات الأطفال الذين ذكروا بأنهم أصيبوا بنوبات تشبه نوبات الصرع وكانت هناك الآلات من التقارير التي قال بها الأطفال أنهم شعروا بالوهن بعد رؤية البرنامج وأغلبهم لم يكن لديه تاريخ مرضي مع الصرع والكثير من الأطفال ذكروا أن الأعراض تشمل الزغللة الدوخة الصداع التقيئ والنفس القصير وهذه الأعراض كلها ليس بضرورة ملازمة للصرع بل هي ملازمة للتوتر وأعراض تصاحب الأمراض النفسية المنشئ وعليه فعندما تم مراجعة الحالات تبين أن الأعراض زاد انتشارها بواسطة نشر المعلومات وهذا يشبه ما يحدث في الهستيريا أو المرض النفسي المنشئ وليس حالات صرع حقيقية مع أن الهلع كان قد سبب بتحريض بعض حالات الصرع الحقيقية هناك مثال شائع آخر باسم متلازمة المبنى المرضي أو Sick Building Syndrome وهي المباني التي يسكنها الناس غالبا لسنوات عديدة ويشتكون من أنها تسبب لهم الأمراض وبعض هذه التقارير سببت بقيام أصحابها بهدمها وإعادة البناء للتخلص مما قد يكون بالبناء من مواد سبب الظهور هذا المرض وقد تكون هناك حالات يطبق عليها وجود مواد مؤثرة على الصحة في البيئة أو مواد معينة في البناء والتي لدى البعض حساسية منها وتسبب لبعض الأعراض أي أن ذلك وارد لكن بعد التحري العميق تبين أن العديد من الحالات المذكورة لا تعاني من الحساسية لمواد البناء وأن الأعراض تكون كما قمنا بعرضها لمرض الاستيري أو المرض النفسي المنشأ أو ما سماه المؤلف بالأعراض العامة للحياة مثل الدوخة والتقيق وزغلالة بالنظر والصداع أو قصر النفس ولا ننسى دور الإشاعات في التحريض على التوتر فعلى سبيل المثال انتشر في السبعينات سبعينيات من القرن الماضي بأن السيليكون المستخدم في العمليات البلاستيكية لتكبير حجم الصدر لدى النساء يسبب الأمراض بالجهاز المناعي وهذا ما قاد بعض النسوة ممن كانوا قد قاموا بعمل العمليات البلاستيكية وكانوا بالأساس مصابين بالأمراض الجهاز المناعي دون أن يعلموا ذلك في عمل الاختبارات واستنتجوا بعدها بأنه لا بد أن السيليكون هو ما حرضهم لهذه الأمراض وبالطبع ففي هذه الحالة لم تكن الأعراض وهبية أو من شاءها نفسي بل كانت أعراض فيزيائية حقيقية وأحيانا خطيرة ثبتت بالاختبارات وأكدت أنهم بالفعل يعانون من الأمراض الخاصة بالجهاز المناعي لكن الاعتقاد بسخ بالأداء بأن منتجات السيليكون هي التي حرضت على استفحال أمراض الجهاز المناعي وهذا أدى بدورة إلى قيام الكثيرين برفع دعاوي قضائية بالمحاكم ضد الشركات المنتجة لهذا المنتج وتسببت في الخسائر المالية العظيمة للكثير منها تحت قيام القضايا الجماعية والآن وبعد أن بينت الأبحاث بأنه لا علاقة للسيليكون المستخدمة في عمليات تجميل الثدي أو الصدر عند النساء بأمراض الجهاز المناعي أي بعد أن تم اختبار وجود أمراض الجهاز المناعي مع العملية وبدونها وبينت النتاج أنه لا يوجد أي علاقة بينها الآن نعرف كيف ممكن للإشاعات أن تكون كافية لتنشر الوهم والاعتقاد الراسخ بأن هناك مخاطرة وصلت لدرجة إغلاق بعض الشركات نصير معها بانكروبسية هناك حالات مشابهة تظهر من وقت لآخر لما يسمى بإعادة زيادة سرعة بإدعاء زيادة سرعة السيارة وبصورة مفاجئة دون أن يكون للقائد السيطرة عليها يعني يقول أنا كنت أسوق ومرة واحدة السيارة سرعت بدون ما أنا أضغط على القاس هذه وصلت لدرجة أن الإعلاميين القائمين بالتحضي عن الموضوع تواصلوا مع مهندسي السيارات لمعرفة ما إذا كان بيوسعهم أن يعيدوا تصميم السيارة والذي بالطبع كان ممكن تحت ظروف ملحة لكن الواقع كان بأن السيارات لم تكن تسرع من نفسها بصورة مفاجئة بل في الغالب كان قائد السيارة ساهيا وبدل أن يضغط على البريك أن يضغط على القاس وفي الغالب إشاعاتهم مثل هذه يكون سبب انتشارها هو التحري السيء والتقارير الأعلامية السيئة أو قائمة الأسئلة التي لا تعتمد على الطريقة العلمية في عدم وضوح الأسئلة الموجه بها على سبيل المثال أو القصص المختارة للتأثير على الإجابات فوسائل الأعلام قد تبحث عن القصص الدرامية وتتجاهل القصص الأخرى فعلى سبيل المثال في إدعاء متلازمة المبنى المسبب للمرض إن كان هناك أمية شخص يعملون بالبناء فالإعلام سيأخذون أقوال الأشخاص الذين يدعون بوجود الأعراض لديهم وليس من لا يشتكي من ذلك وهناك عدد من العوام الأخرى من التي قمنا بشرحها مثل الإحاء فإن قام أحدهم بالإحاء لك بأن هناك شيء بالبيئة مؤثر على النفس أو يؤدي نفس أو يؤدي إلى قصر النفس فقد يؤثر ذلك عليك وتشعر بهذه الأعراض أو على أقل تقدير هذا يحدث عند الكثيرين إن لم يحدث عندك وقد يكون جذور الوهم الجماعي الشامل هو أساطير وحكاوي أو روايات مبالغ فيها أو يكون الخوف والتوتر مصاحب لثقافة ما دون أخرى مثل الخوف من العين مثلا عند المسلمين مثلا وهذه جميعها كانت بالأساس مخاوف منتشرة بوسطة النقل الشفهي ثم الكتابي بين الأجيال إلى أن وصلنا عهد الكمبيوتر والوسائل الاجتماعية والتي للأسف ساعدت بانتشارها بسرعة البرق ومثال حي على سرعة الإشاعات بالتواصل الاجتماعي تجسة في أحد مطاعم الوجبات السريعة والتي انتشر الخبر بأنها تقوم باستبدال لحم البقر بلحم الفار ومع أن الخبر ليس له أي دليل على صحته ولم تذكره التقارير الرسمية بصورة مباشرة ألا أنه انتشر وبصورة مهولة بين الناس لذترة مع أن من سمعه لم يسمعه مباشرة عادة يعني لم يسمعه مباشرة من المصدر الأساسي هذا لأن المصدر دائما ما يكون صديق الصديق أي سمعت من صديقي قال له صديقه أن هذا كذا وكذا حصل أي يقول لك الشخص بأن أحد أصدقاء مثلاً ذكر ذلك وهذا كافي طبعاً لنشر الإشاعات وفي الغالب سيقوم الإعلاميون بعمل التقارير الأخبارية عن ذلك دون أن يصلوا للمصدر الرئيسي لهذه الإشاعات ما يفعله هؤلاء بالواقع هو أنهم يوقظون مارد الخوف الموجود أساساً لدينا بسبب عدم ثقتنا بالمطابخ والطباخين ومكونات الوجبة والتي تكون خارج دائرة سيطرتنا نحن نحب أن نكون مسيطرين على كل شيء أي لا نعرف ماذا يوجد بكل وجبة وهذا وكيف تم الطبخة وهكذا وهي مخاوف كامنة حتى لو لم تكن ظاهرة على السطح في حياتنا اليومية لكن ممكن أن تحرض بانتقال الإشاعة وتنتشر بصورة سريعة ففي الواقع نحن كبشر نعتبر كائنات اجتماعية وعاطفية نحن نستجيب اجتماعياً للآخرين ونتعاطف مع المجتمع المحيط والثقافة السائدة فيه لكن من المهم أن يظل تفكيرنا النقدي نشط مع كل ذلك يجب أن يظل تفكيرنا النقدي نشط وأن لا نستسلم لديناميكية المجتمع حتى نحمي أنفسنا من الغرق بأوهام الجمعية الشاملة أنا خلصت الحين من هذا سأشرح لكم على تجربة شخصية بالنسبة للإشاعة بعد ذلك بس بعد ما أسمع لي أبا الحكم الحلقة الثانية رح يكون فصل 13 هو عن الفلسفة والافتراض السابق في العلوم or philosophy and presupposition in science